جددت مصر وإيران رفضهم الكامل لأيات مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية قضية الفلسطينية وخلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على همش المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جناف اتفقت أقاهر وتهران على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتصاقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما أكد شكري على أن تعقد أزمات الأقليم يلقي بضلاله على جميع شعوب المنطقة معربا عن قرق مصر البالغ إذا اتساع رقعة الصراع وكذلك اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر